النهاردة بقى قضت محكمة جنيات الأسكندرية بإعدام المتهم بقتل القمس إرسانيوس وديد وده بعد أخذ الرأي وده صورته رحمة الله عليه ربنا يرحمه ويقدس روحه طبعا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي في إعدامه كانت المحكمة حدتت جلسة 11 يونيو النهاردة السبت للنطق بالحكم وخلال جلسات المحكمة عرضت النيابة العامة مقاطع فيديو من تفريغ كاميرات المرأبة في محل وقعة الأتل من خلال المقاطع دي أثبتت النيابة بما لا يدع مجال الشك ترصد المتهم بالمجن عليه قبل ارتكاب الجريمة وكان قرار القاضي وحكمه العادل بالإعدام عند ربنا طيب